قالت روسيا إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل كوريا الجنوبية سيرقى إلى مستوى التورط في الصراع جاء ذلك بعد أن ألمح الرئيس الكوري يونسو كيول إلى إمكانية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن محاولات جر المزيد من الدول إلى هذا الصراع مباشرة ما زالت مستمرة محذرا من أن بدء تسليم أسلحة سيعني بصورة غير مباشرة مستوى معينا من التورط في الحرب وأعرب عن أسفه لاتخاذ سيول موقفا غير ودي في هذا الشأن جاء هذا التحذير بعد أن صرح الرئيس الكوري يونسو كيول في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أول من أمس الثلاثاء قبل زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة بأن كوريا الجنوبية يمكن أن تقدم دعما لأوكرانيا يتجاوز المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا تعرضت لهجوم واسع النطاق على المدنيين أو تعرضت لمذبحة من جانبه أشار الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف الحليف المقرب من الرئيس الحالي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو يمكن أن ترد من خلال تزويد كوريا الشمالية بأسلحة متطورة وانتقد ميدفيديف كوريا الجنوبية لإصرارها في البداية على أنها لن تزود أوكرانيا بالأسلحة ثم تراجعها عن موقفها حاليا ترجمة نانسي قنقر